عندنا ملفات كتيرة جدا جدا خلينا نبدأ بمشاء الله دولاب وبطولات النادي الاهلي يعني ممتلئ والنهاردة كان فيه بطولة وضيفة لهذا الدولاب العملاق بفوز طبعا سيدات النادي الاهلي في كرة اليد بكاس مصر اللي البطولة يمكن جايبة عنه من السنة اللي فاتت لكن النهاردة كان احتفالية جميلة جدا جدا موجودة وكان حاضر فيها الكابتن محمود الخطيب بشكل كبير جدا وكان صورة جميلة شفت المبرزة او شفت هذا مش هقول انجاز لاننا متعودين على هذه البطولات لكن بطولة جديدة تضاف لطلاب النادي الاهلي هو يعني انا شايف طبعا انه ده استمرار لحالة التفوق الرياضي اللي موجودة في النادي الاهلي وخصوصا هذا الموسم ما شاء الله يعني البطولات بتتوالى ودولاب البطولات زي ما بيقولوا بيزيد كل يوم ببطولة جديدة وفي كل اللعبات يعني مش بس كرة القدم لا كمان في كرة اليد فده في حد ذاته انا بقول انه هو دليل على نجاح السياسة الرياضية اللي ماشية في النادي الاهلي في ظل المجلس الحالي بقيدة كابتن محمود الخطيب ويمكن احنا شايفينه هنا او اتفرجنا النهاردة وهو حتى بيصافح لعيبات نادي الزمالك بعد تهنئة طبعا بطلات النادي الاهلي وده بيدي برضو مثال للروح الرياضية هو ده النادي الاهلي يعني في النهاية كلهم ابناء مصر وكلهم رياضيين بيتنافسوا بروح الرياضية والفوز في النهاية للفريق الافضل اثناء المباراة او الفريق الافضل في البطولة وده شيء رائع وطبعا ان شاء الله منتظرين اكتر كمان الرائع في الموضوع ان مجلس ادارة النادي الاهلي طبعا شوفنا السيد العمر فاروق كان رئيس بعثتنا هناك في الكنغو النهاردة تواجد الكابتل محمود الخطيب طبعا مع الاستاذ طارق انديل كمان استاذ طارق انديل ما شاء الله يعني شعلة في مجلس ادارة النادي الاهلي كان متواجد النهاردة وبيسلم المدليات بشكل مميز جدا تواجد كمان الكابتل محمود الخطيب والاستاذ طارق انديل بيدي اولا انطباع ان القرط القدم هي لعبة الشعبية الاولى وهي تورطاية النادي الاهلي بمعنى اصح لكن كمان على مستوى اللعبات الجماعية والفردية تواجد اعضاء مجلس الادارة كمان برئاس الكابتل محمود الخطيب بيكون لها طعم مختلف اصله اللاعب يعني دايما احنا بنقول غير ان هو بياخد بطولة لما بيلاقي برضو اهتمام من مجلس ادارة النادي في كل البطولات اعتقد ان ده في حد ذاته بيعمل يعني اعتبر برضو احد الكؤوس اللي بيحصل عليها اللاعبين يعني احساسك انت انه في مجلس ادارتك رئيس النادي واعضاء مجلس الادارة متواجدين معاك في كل البطولات بصرف النظر عن انها كرة قدم او اي لعبة اخرى لا ده ده شيء كويس جدا انا بعتبره احد الحوافز المهمة جدا لاستمرار النادي الاهلي في البطولات يعني والنادي الاهلي بياخد بطولاته لانه اولا بيوزع الاختصاصات مظبوط يعني تلاقي كل حد في مجلس الادارة مسؤول عن الاشراف او متابعة لعبة معينة ايه عنده ملف معين بالزبط عنده ملف معين وشغل عليه وما حدش بيتدخل في الشئون الفنية وده نقطة مهمة جدا يمكن لما حصل الفترة الاخيرة كان فيه شوية ضغوط بسبب نتائج فريق كرة القدم يعني تخيل فريق كرة القدم بالنادي الاهلي اللي عامل السلاسية واللي هو ممكن يبقى ربعية وخماسية لما تكتمل البطولات ان شاء الله تخيل رغم كده كان الهجوم شديد جدا على الجهاز الفني بقيادة موسيماني في انه ازاي انه هو لسه البطولة شغالة يعني الدوري احنا بنقول دور المجموعات او دور المجموعات ده تجميع نقاط لسه البطولة شغالة وفي ضغوط فيمكن ده كله تقطع شوية بعد الفوز الاخير فاللي انا عايزة اوصل منه هي نقطة ايه انه الاهلي لا يحاسب بالقطعة الاهلي دائما صحيح بيقيم التجربة بشكل كامل وبناء على هذا التقييم بياخد قرارات يعني احنا شفنا مثلا اليومين اللي فاتوا ايضا اجتماع كابتن محمود الخطيب مع لجنة الكورة مدير قطاعات الكورة مدير الناشئين رئيس قطاع الناشئين البراعم الاكاديميات كان ايضا هو اجتماع لوضع سياسات معينة بعد ما وكان حاضر طبعا الاجتماع كابتن محسن صالح باعتباره هو رئيس اللجنة الفنية او لجنة التخطيط انت لما بتحط هذه النقاط وبتحط هذه الاسس في العمل ما بتدخلش بعد كده غير في نهاية فترة لتقييم وده انا بعتقد ان هو الاسلوب الامثل في الادارة صحيح يمكن الدغوطات كمان يمكن ده سياسة النادي الاقلي على مر الاسور